السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقيكم فيديو صحة جيدة وفي احسن الاحوال من بعد ما مرينا بهذا بدل احداث هذه وهذا الزلزل هذا اللي اضطر في النفسية دي لنا صراحة بالسف بالسف فنتمنى تكونوا رجعتوا هكا شي شوية فالحياة كتستمر وفي نفس الوقت كنقدم تعازي للعائلات كلهم هكا اللي يعني فقدوا عزيز عليهم والله يرحمهم ويوسع عليهم وفي نفس الوقت انا فخورة بالسف بزاف انني مغربية فبينا العالم كله اننا يدو حدى وشكرا لجميع الناس اللي ساهموا سواء بالقليل او بالكثير ساهموا هكا عالنا او خفية كالناس اللي كانت ساهمها وما كتبغي اجتبان فشكر للجميع واليوم ان شاء الله غدينشاركم وعنكم وصفا هكا غي سهلة وبسيطة للقوتي دي الوليدات او المدرسة فهنايا في واحد الاناء وضعت واحد الملعقة كبيرة دي الزبدة ما يعادل خمسين جرام ضفت عليها قبيصة دي الملحة وساشي دي الفاني وهاتي نضيف كأس الى ربع ميناء السكر ما يعادل قياس دي المية وعشرين جرام وبالنسبة للزبدة اللي استعملت انا فاستعملت الزبدة دي العلب كجيني هكا سهلة في الخدمة صفي هنا يا كيف ما كتشوفوا كنحاولو ندمجه مزيان مزيان هذيك الزبدة مع السكر فانا خدمتهم هكا غي بميلعقة ممكن تخدموهم بيدكم من اللي احسن تخدمو بيدكم باش الزبدة هكا تندمج مزيان مع السكر ثافي بعد ما خلطت مزيان غادي نقوم باضافة نصف كأس من الزيت ما يعادل 71 ميلي لتر وكنولي نخلط كل شي هكا مزيان حتى كندمجو العناصر فضروري دائما فوق مضفتو شي مكوين تخلطه مزيان حتى كيولي الخلط ديناها ككريمي ثم غادي نقوم باضافة كأس إلا ربع من الماء ماء عادي ما يعادل 120 ميلي لتر سوف يبقى نخلطو كل شي مزيان مزيان حتى كندمجو العناصر فإلا استعملتو نوع آخر دي الزبدة ممكن أن العناصر ما يبقوش يتخلطو لكم في هذه المرحلة هادي و يعني هكا غادي تعزليكم الزبدة على الماء فغيبقوك تخلطو حتى كندمجو بسرعة هناك كيفما تلاحظو المكونات كل هات خلطت بكل سهولة كيفما تلاحظو لأن نستعمل الزبدة دي العلب صافي هنا بعدما خلط المكونات كلها غادي نضيف واحد الملعقة كبيرة دي العسل وبالنسبة المكونات طبعا هناك كيفما تلاحظو مكونات سهلة وبسيطة بالزهر وغادي نخليها لكم طبعا مكتوبة في صندوق الوصف بالقرامات وكذلك بالكاس هنا خلط هذيك الملعقة دي العسل مع الخالق صافي وغادي نبدأ في إضافة الدقيق غادي نضيف هكا في الأول جوج كؤوس دي العل الدقيق كلك اسكي هذيك 100 جرام وغادي نضيف صاشي من خميرة الحلويات من فئة 16 جرام إذا ضفت دي العل أو 8 جرام غادي تضيف جوج صاشي دي العل الخميرة صافي هنا خلط كل شي هكام زيان وغادي نبدأ نضيف الدقيق شوية بشوية فهنا بديت نضيف الكأس الثالث فاضفت كله وغادي نحاول نعطيكم الكيمية دي الدقيق هكا بالضبط هنا الخلط ما زال عندي خفيف بزاف بعد ما ضفت الكأس الثالث غادي نزيد نضيف نصف كأس دي الدقيق فمن هذي الكيمية اللي حتاجت جوج ثلاثة الكؤوس عفوا ونصف من الدقيق ما يعديل 350 كرام وبالنسبة القوام الخالط لحظوا معايا كيف يكون خالط بحال هكا مالي كي يهبط هانتو مالي كي يهبط مقطع ومالي كي تحاول تشكل به بحال هكا يبقى شد قابض فراس يعني ماشي كي سيح هذا هو القوام بالضبط الخالط دي وفي هذا المرحلة هادي هادي اختيارية ممكن تديروها او ما تديروهاش هادي نضيفها كحوبيبات دي الشوكولاتة بهذا الشكل هذا وغات نخلطها كواحد الخلطة خفيفة فاللي ما متوفرش على هادي الشوكولاتة فممكن تصغنوا عليها يعني ما تضيفوهاش كنخلط هنا كيف ما تشوفو غي خلطة دي هي خفيفة صافيوها والخلط دي كيف مما تلاحظو واجد فغادي ناخد الان واحد البوش او واحد الجاي بحلواني وغادي ندير فيه الخلط دي هادي شكل هذا صافيو وغادي نشكل الحلوة دي هادي 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 طريقة سهلة بزاف هادي مملك بطرة ما كي سيح او شي حاجة لقيت العجين كسيحة فعرفوا بانها يعني ما غادي شدي كم زوين يعني ملكتها بطرة كتبط بحلاك يعني قابطة فراسة صافي هنا يا كيف ما كتشوفو غادي نحاول نشكل هم فانا شكلتهم هاك الحجم دي هم كبير إلا وغيت تديرهم صغار غادي يجي كذلك زوين وكيجي هكا حتى المنظر دي هم كيجي احسن الصراحة أنا هنا صراحة ما كان ش عندي الخاطر باش نشكل هم هكا صغير ورين درت هم كبار باش نطيب هم هكا فمرة ونتهن صاف هنا كيف ما تلاحظ أنا لم أسرع المقطع يعني كان شكلهم قدامكم سهلين بساف وبساطين وكيوجدوا واحد سرعة يعني هنتم صيبتوهم هنتم يعني صاف شكلتهم وكيطيبوهم كياخدوش وقت نهائيا ومقاديرهم سهلين وبساطين صاف هنا يا بد ما شكلتهم كيف ما كتشوفوا غادي ندخلهم الفور اللي كان كم سخناه من قبل كنشعل لهم غامل الاسفل حتى كيبانوا لهاكا بدأوا كيتنفخوا عاد كنزيد نشعل من فوق على 180 درجة هنا كيف ما كتشوفوا نشعل لهم غامل الاسفل حتى كيبانوا لهاكا تنفخوا عاد كنزيد نشعل من الفوق فهنا كيف ما كتلاحظوا بعد ما يتحرقوا لكم وما يطيبوش انتم ماذا وشكل ديالهم معرفت الاضاءة كيف كنت هنا الاضاءة صراحة لدي ناقص بزف بزف ولكن انتم مشوفوا التحمير اللي كتجي في هم كي يجي بزوين بزف وبنانين وسهل في التحضير تقدم هكا لوليدات كم القوتي ديالهم وممكن كذلك انكم صغير يعني هدو حجم ديالهم توسط رمش صغر ومتوسط كي يجي كذلك شكل ديالهم زوين هنتم وما صراحة من الاحسن ديالهم صغير وين كي يجي وحسن سوف هنا نتمنى تجربوا الوصفة غد نوريكم شحل يجي ورطبي وطري وزوين بزف بزف من الداخل نتمنى رائع بزاف ووصلنا لنهاية الفيديو نتمنى نعجبكم ونتمنى تشجعوني بلايكاتكم وبتعليقاتكم ونتلقى في فيديو اخر مع وصفة اخرى دمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته